بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من رب أم له شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم كنتم صادقين ومن ظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بحبادته كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أو يقولون افتراه قول ان افتراه فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قول ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين قول رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا استكبرتم إن الله لا يدقون الظالمين وقع الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يتدوا به فسيقولون هذائكم قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لسندر الذين ظلموا ومشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم سقاموا فلا خط عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب جنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يمنون ووصين الإنسان بوالده حسنا حاملة أمه كرا ووضعته كرا وحمله وفصاله ثلاثون شرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أفعين سنة قال ربي أرجعني أنا أشكر نعمتك أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا ما لصالحا فرضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب جنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون هو الذي قال لوالدي أفلكما أتعداني يا أمخش وقد خلت القرون من قبل وقد خلت قرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن ونس إنه كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا السمتات بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم سكبرون فرضي بغير الحق وبما كنتم تفسقون وأذكر أخا عاد لذنظر قومه بالأحراف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجتنا لتافكنا عنالياتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن من علم عند الله وأبلغكم ما أوسلت به ولكني أراتوا قوما تجالون فلما رأوه عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بأنه ورسجتم به ريح فيها عذاب لليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا له سمعا وأصارا وأفئدا فما أغنى عن سمعهم ولا أصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يسزئون ولقد اهنكنا ما حولكم من القرى وصرفنا آيات لعملهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتقذوا من دون الله قرباننا لها باوضلوا عنهم وذلك عفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من جن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضيوا لولا قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يدي إلى الحق وإلى طريق مسقين يا قومنا أجيبوا داعيا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب نليم ومن لا يجر داعي الله فليس بمعجز فرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أولم يرون الله الذي خلق السماوات ومرضى وانمعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلق إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنت تكفرون فأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا السجل له كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا قموا فاسقون